بسم الله الرحمن الرحيم بدأ التعذيب في الوقت الحاضر بمجيه هندرسون إلى البحرين في العام 1966 واستمر طوال الخمسين عاماً الماضية ولم يتوقف أبداً وعندما جاء هذا الطاغية الحالي كان البعض يعتقد أنه قد أوقف العمل بالتعذيب ولكنه اكتشف لاحقاً أن بقاءه في الحق لا يتحقق إلا بإذا قتل الكثير من الشهداء إلا إذا عذب الأبرياء إذا قتل المتظاهرين وسجن الأحرار ولذلك عاود التعذيب بوتيرة أشد بما كانت عليه في التسعينات وفي الثمانينات والسبعينات اليوم يقف العالم كله معارضاً ومندداً وشاجباً لأساليب التعذيب التي تمارسها الأنظمة الدكتاتورية ونظام آل خليفة في البحرين هو الأشد تعذيباً من بين كافة شعوب المنطقة ولذلك شعب البحرين هذا اليوم شارك العالم بوقفته التضامنية مع سجناء الرعي الذين تعرضوا لكافة أشكال التعذيب خصوصاً الرموز الثلاثة عشر الذين ما يزالون يقبعون في سجون الطغاة الخليفيين هؤلاء الأبطال تعرضوا لأسوأ أشكال التعذيب الوحشي الذي مارسه الإنسان ولذلك هذا النظام أصبح يعتقد ويثق ويؤمن بأن بقاءه يعتمد على حجم التعذيب الذي يمارسه بحق البحرانيين فمن يعول على وقف التعذيب من قبل الخليفيين فهو واهم هذا النظام يعتمد التعذيب ويعتمد القتل ويعتمد التمييز ويعتمد كافة أشكال الانتهاكات وبما فيها مساجد المواطنين لكي يبقى في الحق ولكن لله سبحانه وتعالى أحكامه وقوانينه التي ستطال هؤلاء الطغاة وتبحقهم كما سفق ودماء الأبرياء في الشوارع وفي السجون تحت على طاولات التعذيب وأيضا في زنزانات وطوامير السجل التي بنيت تحت مبنى جهاز الأمن الوطني وأيضا بقية السجون والمعتقلات وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحمي هذا الشعب من هذه الطغمة الباغية وأن يلم شمل المؤمنين ويلملم جراح من تعذبوا تحت سياط الجلادين ارحلوا ارحلوا اجتمتم البلاد والرعية ارحلوا ارحلوا قد قال الشعب لكم ارحلوا ارحلوا قد قال الشعب لكم ارحلوا ارحلوا الشعب لا يريدكم ارحلوا ارحلوا لا لن يدوم حكمكم ارحلوا ارحلوا شعاركم يا سعالة تبخرون أرحلوا القرآن يا مشرمون ارحلوا ارحلوا نظامكم يا شوه لا تذخرون اعرحتم القرآن يا مسرمون ارحلوا ارحلوا